تستضيف مملكة البحرين ومثلة في هيئة جودة التعليم والتدريب مؤتمر الشبكة الدولية لهيئة ضمان الجودة في التعليم العالي 2017 والذي يتزامن مع عقد الاجتماع الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو وذلك في الفترة من 27 من فبراير حتى الثاني من مارس من العام الجاري حول هذا الموضوع معنا في الستوديو دكتورة جواهر لمضحكي الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب أهلا بك دكتورة وبداية نود أن نقترب أكثر من المؤتمر نود أن نتعرف على الأهداف والمشاركين عدد الأوراق البحثية المقدمة وكل ذلك نعم تسلمين أولا طبعا أشكركم على الاستضافة وعطاعتنا الفرصة للتحدث عن مؤتمر الشبكة الدولية لهيئات طمان جودة التعليم والتدريب وطبعا هذا المؤتمر من أهم المؤتمرات على المستوى العالم فهو يقام كل عامين وهو يعتبر منصة للقاء بين المعنيين والمفكرين والخبراء في مجال التعليم العالي في مجال ضمان الجودة وفي مجال المؤهلات طبعا من أهم الأهداف هو الالتقاء مع هؤلاء النخبة من المفكرين والمتحدثين في المؤتمر وتبادل الأراء حول أحسن الممارسات حول كيفية تطوير التعليم العالي وهذه طبعا هم من الهموم التي تسعى لجميع الدول في العالم مهما تقدمت فأهدافنا مشتركة في هذا المجال كم عدد المشاركين ومن هم أبرز المتحدثين في هذا المؤتمر؟ نعم وصل عدد المشاركين في المؤتمر لأكثر من 300 مشارك من يمثلون 56 دولة على مختلف دول العالم وهذا الرقم حتى بالنسبة حق مؤتمر دولي يعتبر من الحضور الجيد في هذا المجال المتحدثين طبعا مثل ما قلت من الأخصائيين والخبراء على كافة المستويات ولكن على سبيل المثال الحصر يمكن أهم المتحدثين عندنا ساعدة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن عين نعيمي عندنا وزير الدولة لشؤون التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أحمد بالهول عندنا وزير التعليم العالي كذلك لسترالينكا وعندنا مدير السياسات وتعلم مدى الحياة في اليونسكو رئيسة الشبكة الدولية سوزانة كارخنيان ودكتور بدر أبو العلا رئيس الشبكة العربية وطبعا عندنا بعد الدكتور رياض حمزة رئيس جامعة البحرين يعني هاي نخبة ولكن أسماء كلها معروفة في مكانها جودة التعليم في الخليج العربي بشكل عام إذن يعني كل هذه المشاركة الكبيرة والمتحدثين الذين ذكرتيهم يعني من أسماء كبيرة في مجال التعليم رواد التعليم في الخليج لا شك أنه سيجذب كل هذه الأسماء ستجذب أوراق بحثية كثيرة وورش عمل هلكي أن تطلعين أكثر هذا الجامعة إن شاء الله بكرة بيكون هو اليوم اليسبق للمؤتمر المؤتمر بتاريخ 28 بكرة 27 بيكون في عندنا ورش عمل أربع ورش عمل تكون تغطي ضمان الجودة تقطي المؤهلات وبيحضرها تقريبا أكثر من 130 مشارك وبيقدمها صراحة نخبة من الأساتذة من دول متقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية عندنا من إيرلندا واثنين من ألمانيا وطبعا هذه العملية هي جزء من بناء القدرات في المشاركين والمعنيين بضمان الجودة والتعليم العالي دكتور أيضا كما ذكرنا قبل قليل بأن سيعقب هذا المؤتمر الاجتماع الأقليمي لمنظمة اليونسكو وهو أظن أنه أول مرة يعقد في منطقة الشرق الأوسط لماذا تم اختيار مملكة البحرين لعقد هذه الفعاليتين المهمتين جدا؟ هو جزئتين أولا بالنسبة حق اليونسكو هو بيكون هذا اللقاء الأول في الأقاليم الستة على مستوى العالم طبعا اليونسكو تعقد هذه الاجتماعات تمهيدا للمؤتمر العام للتعليم العالي الذي يقام في يوليو 2018 والبحرين تستضيف الاجتماع الأول منه بالنسبة لاختيار مملكة البحرين في الاجتماعين المهمين مؤتمر شبكة دولية والاجتماع الأقليمي لليونسكو طبعا هذه ثمرة من ثمار الجهود التي تبدلها مملكة البحرين في التطوير وفي سبيل تنفيذ الرؤية الثاقبة لجالة الملك حفظه الله والتوجيهات السامية والحكيمة لسمو رئيس الوزراء حفظه الله وطبعا التخطيط والمتابعة الهادفة لسمو ولي العهد إضافة لذلك عندنا المجلس العالي للتطوير التعليم والتدريب أنا أعتبرها كما لو أنه قبة تحوي جميع المعنيين للتعليم والتدريب في مملكة البحرين وهذه تجعل رؤاهم موحدة جهودهم متكاملة ونصل إلى ما نصبوا إليه الهيئة ضمان جولة التعليم والتدريب طبعا من الهيئات الحديثة يمكن بالنسبة حق العالم يعني مثلا شبكة دولية صار لها أكثر من 25 عام من أسسات إحنا حين دخلنا سنة التاسعة ثمان سنين دخلنا التاسعة فالعمر دي القصير لكن بالدفع اللي يدفع به للأفضل والتطوير التعليم إحنا حققنا صراحة مستويات على المستوى الإقليمي على المستوى الدولي يعني يشار لها بالبنان والدليل على ما قلتي وسؤالك إجابة لسؤالك إن مملكة البحرين احتضنت أبرز الفعاليات في هذا المجال نعم لهذا العام في مجال ضمان جولة نعم إذن دكتورة جواهر لمضحكة رئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب شكرا جزيلا لك وأنا أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في مهامكم القادمة تسلمين شكرا لكم جزيلا لك